رسمياً، الزمالك ينفي مفاوضاته لضم أحمد حجازي في الموسم المقبل في خطوة مفاجئة، خرج مسؤولاً داخل النادي الزمالك لينفي بشدة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تفاوض الفريق مع لاعب نادي اتحاد جدة أحمد حجازي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل وفي تصريح خاص لصحيفة الوطن سبورت أكد المصدر الرسمي داخل القلعة البيضاء عدم وجود أي مفاوضات تمت خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن الأولوية حالياً تتمثل في حل أزمة إيقاف القيد التي تعصف بالنادي ومن ثم النظر في احتياجات الفريق للموسم المقبل وأضاف المصدر نعلم أهمية أحمد حجازي كلاعب وسندرس إمكانية ضمه إذا كان متاحاً في بداية الموسم المقبل وسنقدم ملفه للمدرب جوزيه جوميز لدراسته واتخاذ القرار المناسب من جانبه أكد الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي على قرار نادي الاتحاد بالتخلي عن خدمات حجازي بنهاية الموسم الحالي مما يفتح الباب أمام انتقال اللاعب إلى فريق جديد في الموسم المقبل تبقى مسألة توقيع حجازي مع الزمالك قضية مفتوحة تنتظر القرار النهائي من الطرفين في الأيام القادمة في ظل التركيز الحالي على استعادة استقرار الفريق وتحقيق النجاحات في المواسم القادمة ترجمة نانسي قنقر